الاميات التكنولوجية عند ستات كتير وبرضو التطور التكنولوجي عند ستات كتير. بس في ناس كتير فينا ما بتنتبهش ان الموبايل ممكن يفقق متهكر. هل ازاي اعرف ان الموبايل يفقق؟ طيب هوا مبدئيا فكرة ان حد يبقى تليفونه في مشكلة دي وردة جدا وفي ناس بتصنى في الموضوع بشكل خاطئ يعني ساعات بيبقى الاختراق مش على التليفون حتى يقول انا غيرت العدة وعملت وجبت عدة جيدة وبرضو في حد داخل على تليفون المهم ان انا اكون مأمن الايميل المسيطر على العدة. يعني لو بنتكلم على ايفون فبنتكلم على ايميل تبع ابل. فان انا اشغل المصادقة الصناعية. لو انا بتكلم على جيميل نفس الموضوع. ابسط حاجة ان انا اشغل المصادقة الصناعية. اللي هي? اللي هي كود بيجي في رسالة. طبعا في اكتر من حاجة. في حاجة اسمها او رموز احتياطية بشغلها. في حاجة اسمها او مفتاح او 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 ا في حاجة اسمها برامج زي جوجل او مولد الرموز اللي ديني رموز اخش بياه في اكتر من طريقة وممكن اشغالهم كلهم مع بعض. فلو انا ما اقمنش الايميل ساعتها كل ما غير عدة وحط على نفس الايميل هي هي. اللي داخل هيفضل داخل وداخل على الايميل. وبالتالي ممكن يبقى حد عايش معي على الاكاونت وانا مش عارف. وبالتالي ممكن يستغل ده في انه يبقى شايف اخباري ما هو النصب انواعي. في نوع عايز يتلصص عليك ويعرف اخبارك. لسبب او لاخر بقيا كان الاهداف اللي عنده. وفي واحد عايز يبتزك في فلوس. فحسب الرجل ده عايز ايه? طب انا موبايلي ممكن اه هعرف بالايميل وهعرف ازبطه. لكن لو الفيسبوك عندي او اي حاجة اه عندي على ال. هي نفس الفكرة. نفس الفكرة. بتتهكر وانا ما عرفش يعني بيبقى حد شايف كل حاجة او بيعمل حاجات كتير وانا ما عرفش. طيب دي ناس بتلاحظها ازاي بقى تلاقي مسلا رسالة المفروض انها جت لها. واتقرت وهي ما اقرتهاش. فاعرف منين بقى الكلام ده. بص يا حرج. ببساطة. مفتاح الموضوع كله الايميل اللي انا بستخدمه. انا عندي ايميل ياهو غوتميل جيميل ايا كان. بأمن الايميل ده بكل الامكانيات المتاحة. منين بخش على الاعدادات? بخش بعد كده على الخصوصية والامان. ومن الخصوصية والامان ابتدي ازبط كل الامكانات اللي ممكن اقدر اتعامل بها. بعد ما امنت الايميل ده اعرفه على تليفوني. بحيث انه ما تيجي عليه مرسلات تليفوني يفتحها. دي اول خطوة. خطوة تانية ابتدي احط الايميل ده على الفيسبوك على الانستجرام. هو ده اللي بستخدمه في كل حاجة لانه متأمن. وامن كمان المنصة اللي انا حطيت على الايميل ده بنفس الخطوات. من جزء الخصوصية والامان اخش اقفل الحاجات اللي عايز اقفلها. يعني كل حساباتي ممكن اعملها بالطريقة. بالزبط كده. بعد ما امنت كل ده لازم التليفون بقى اهم نقطة يبقى عليه بن كود. او عليه بصمة صباعة او بصمة ويش. ما عاملش كل ده واسيب التليفون مفتوح. آآ بالزاك للناس مستخدم الاندرويد. لان برامج الاندرويد كمان فيها مشكلة يمكن اي حد الانتحال صفة اي برنامج. يعني عندك برنامج اسم الستات. سي انك عملتي موبايل ااب اسم الستات. ما انا ممكن اعمل انا كمان موبايل ااب اسم الستات بنفس الاسم. ونفس اللوجو. وحطه على جوجل بلاي. واثبتي بقى مين فينا اللي حقيق. وساعتها ناس كتير بتقع في المشكلة دي. دي كارسة. طب هو بالمناسبة ان الاندرويد او اي حاجة خارج الايفون. في موبايلات بتسجل. دي حقيقة. لا الاندرويد معظمه دلوقتي بيسجل. طيب. وفي ناس تسرع انها ما تجيبش الايفون علشان بتسجل المكلمات. وفي ناس هوايتها انها تسجل كل المكلمات عشان توقع بين الناس وبعضها. اه. او تستخدمها آآ داتة عندها في الوقت المناسب. ازاي انا اعرف ان ده بيتسجل لي ازاي احمي نفسي القانون بيقول لي ايه? مبدئيا الايفون بيسجل بس مش بالطرق العادية التقليدية. مش اقولي ازاي عشان ما فتحش عنين الناس اللي ما تعرفش. بس ينفع يسجل. تمام? آآ الحاجة الاهم. انا النهاردة بتسجلي مش هقدر اعرف انه بتسجلي لسبب بسيط. زمان كانت البرامج اللي بتنزل بتدي بيب كل دقيقة. دلوقتي تليفونات اللي نازل فيها التطبيقات دلها التسجيل ما بتديش اي زمارة. الضرر في التسجيل زي ما قلت لحركة انه ممكن اللي عاد تليفون ده يطلع يضر صاحبه. ولو لاحظت لها كل الفضايح وكل المشاكل اللي كانت مسماعة في الدنيا كلها كان سببها ان اللي قام بالفعل كان موسق الفعل وحطه على تليفون او على او على جهاز الكمبيوتر. طب يعني انا دلوقتي ننصح كل راجل. انا قلت ايه في الحلقة. لو هو مش معايا ايفون. حتى لو مع ايفون. لا لا لا. حتى لو بنتكلم اي حاجة تتسجل. اي حاجة تتسجل. ده رعب. ايه عشان كده بقول لحضرتك انا قلت ايه في الحلقة? ان احنا لازم يبقى الكلام ايه? زي ما احنا عادين بنتكلم كده. لو هتكلميني انا معرفش مين اللي بيكتب لي. ما يمكن حد من عندك بيكتب لي بيوقعني. ما يمكن حضرك بتكتبيه لي وبعد كده حسابك يتسرق او تنسيه مفتوح. حد يشوف انا مش عادة شوف. الكلام كده. فيس تو فيس. اه يعني يا جماعة خلوا بالكم ما فيش اي حاجة. اه. على اي حاجة حتى التليجرام. طب هاسألك. تليجرام. هاسألك سؤال. خلينا خلينا انا المزيع بقى. يلا. طيب. هاتي لي جريمة واحدة بتحصل ما فيهاش عنصر تكنولوجيا. كل الجرام دلوقتي بقت بتستخدم تكنولوجيا. نسبة الواتساب وبرامج التواصل اكتر من تمامين تسعين من الاستخدام التكنولوجيا اللي فيه مصائب. طب وبالتالي انا امن ازاي? ما هالتكنولوجيا وصلت لمراحل? انا اولا ممكن افابريكليك محادسة. يعني اول موضوع مش مستهل كمان ان انا اتجسس عليك لان زي ما اقولنا انا ممكن اخد مقطع صوتي وبناء عليه اخليك تقولي كلام دي ما قلتهوش. بس هقدر ازبط ان الكلام ده ايه? غلط. متفابريك. انا عايز اقول لكم ان انا عندي حد اعرفه. عارفت النجوزها على علاقة بوحدة تانية. كلمتها وسجلت لها. وخدت من صوتها وركبت الجمل. اعادة ترتيب الجمل. اه. لا. اه. زوجه سمعته له وكده افسادت القصة. في ناس تشوف ان هي حقاها فيعمل كده بس ده فعلي غير اخلاقي. ما هو غير اخلاقي بالنسبة لمن بقى? هنا هنختلف بقى. هل هو اخلاقي ولا غير اخلاقي? لا غير اخلاقي. انا بالنسبة شايف ان اي تحريف في اي محتوى لاثبات وجهة نظر عكس الحقيقة فهي غير اخلاقي. يعني حتى استخدام الكلمة العادية في غير محلها هو استخدام غير اخلاقي. يعني انا ممكن اقول لك كلمة عادية خلص وبمحترمة جدا. بس ما باقي في السياق غير السياق اللي يناسبه. ما كده غير اخلاقي. اللي انا اقصد ايه? يا جماعة فكرة السوشيال ميديا. كل الطلقات ده في ناس تطلع على بوست خلي بالك. ده عمل لايك. ده عمل لقلب. في حاجات كتير والجيل الصغير سيبك مني انا اقولي الناس الكبار. يعني الى حد ما متفاهمين. لقى العائلة الصغيرة موضوع بشع. لو لو ورت لحضرك حجم الرسالة الناس بتبعتها لي. واحد عايز يرائب خطفة. واحدة عايزة ترائب جزهر. وكله انا عايزة اعمل كذا. اعمله ازاي? انا عايزة اشوف كذا اعمل. انا معملش ده. انا معملش ده. بس انا بقول لحركة. الناس اللي بتطلب كتير. لا في نقطة. بتحصل بنان على ايه? ضعف معلوماتي لدى الضحية. اعم. يعني مش شطارة من اللي عمل. وانا ما قادرش اختشفها عنا الطرف. تقدري. حسب نوع الخدعة. يعني لو هي واتساب ويب اللي هو بعمل اسكان للكيو ار كود ولا الكود بتاع الواتساب وافتح بقت الناس عارفاها. لكن انا ممكن النهاردة في التليجرام افتح من جهازين. من تلاتة من اربعة. في الواتساب بقوا خلينيها دلوقتي اربعة اجهزة. الفيسبوك لو فتحت من ثلاثة اكاونت يعني من ثلاثة اجهزة حتى يعرف. الا لو صاحب الاكاونت دخل وبص جوه الاكاونت وشاف الاجهزة اللي دخل على حسابه منين? هو مين اللي هيعرف اللي انت بتقوله ده ده? صفوة الصفوة اللي هم مركزين. سؤال. هو حضرتك لما بتسوي عربية. هل مطالبة ان حركت بقي ميكانيكي سيارات لأ. بس مطالبة في العربية سخنت امتى? العجل هنامت امتى? الحاجات الاساسية علشان تسهل. ننتبه يعني. بالزبط. طب انا بقى في اه موضوع جديد يا جماعة للتنازل النهاردة. طب ايه تنزيدي ده?